موسيقى السلام عليكم طلابنا ومتابعين الأعزاء ومرحبا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الإنجليزية طبعا اللي شوفنا من اليوتيوب يقدر يسجل بموقعنا الألكتروني اللي راح يظهر أسفل الشاشة ويشترك بالدروس التفاعلية اللي هي مثل هذه أو يحب يتابعنا فقط على اليوتيوب بس مجرد يشترك ويفعل الجرس حتى توصل لكل الدروس المسجلة بالأضافة إلى البث المباشر والدروس اللي نزلها تباعا مرحبا طلاب الشوكو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كرار وزهراء تسمعونك عليكم السلام ورحمة الله أهلا كرار شونكم يجون ونبلش إن شاء الله اليوم لدينا درس جديد وشوية مختلف عن باقي الدروس واللي هو راح يكون الأفعال باللغة الإنجليزية راح نتعلم اش كم فعل ونخليهن بالجمل مفيدة حتى ما ننساها ونذكرها ونعرف كيفية استخدامها بالأضافة طبعا للمعنى الحقيقي لكل فعل من الأفعال فهذا راح نشارك الشاشة ونبلش بالدرس الدرس ما راح يكون صعب مثل الي قبل راح يكون شوية أسهل لأن أغلب الكلمات ما أخذيها أنتو يعني حتى الكلمات الجديدة تكون بسيطة جدا تمام عدنا هذا الدرس السادس اللي هو راح يكون الدرس الأخير لأن ما راح نلاحق انتهى الشهر وما لحقنا نكمل المادة المطلوبة طبعا فعدنا الأفعال الأفعال خلي أشرح لكم إياها شنو هي بالبداية صحنا بالبداية تعلمنا الكلمات اللي هي مثلا ضفدع أرنب مدرسة بني كنا نسموهم أسماء يعني ضفدع يعني هو ضفدع اسمه ضفدع أوكي فما بي أي فعل أي أكشن أي حركة ما بيه بس بينما مثلا يأكل شخص يأدي عمل معين أو فعل معين اللي هو راح يكون الأكل أوكي فصار يأكل معناها الفعل يأكل أو يكتب راح يأدي الفعل اللي هو الكتاب يركض يأدي الفعل اللي هو الركض أوكي فهذا اللي يسموهم أفعال أخذنا إحنا مجموعة من عدهن بالبداية وراح نضيف بعض مجموعة أخرى حتى يكونن يعني شون أكون من عدهن متكررات وكون من عدهن جدد المتكررات حتى نحفظهن بصورة صحيحة والجدد أضافة لمعلوماتنا أوكي فننتقل مباشرة للدرس أوكي هسا الأفعال مثل ما تعلمناها سابقا هي verbs verbs أفعال هي verbs أوكي طبعا أنا من أقرى لكم أنتوا رددوا وراي بدون ما تفتحون مايكات من أفتح المايك لأي واحد يقرأ أوكي حتى أفضل يعني تكون تكونون مجدودين للدرس وكل شيء يكون سهل بالنسبة لكم من يجدوركم زين verbs معناها أفعال ننتقل للفعل الأول الفعل الأول اللي هو write أخذناه يمكن بالدرس السابق write معناها يكتب سأشوفها هنا detective okay رددوا وراي write write يكتب okay write معناها يكتب العبارة الأولى I write a word I write a word sorry I write a word I write a word I write a word أنا أكتب كلمة I write a word أنا أكتب كلمة he writes he writes a word he writes a word هو يكتب كلمة قلنا الأس will he she will it خلي أس بالفعل المباركة okay I could يعني المفروض ما ناسي مرة أخرى he writes a word هو يكتب كلمة طبعا أنت المفروض بيترددون وراي okay I write I write a short story I write a short story I write a short story أنا أكتب قصة قصيرة I write أنا أكتب a short story قصة قصيرة short قصيرة story معناها قصة I write a short story okay خلي أمبلش وانتظر write معنات يكتب I write a word I write a word معناها أنا أكتب كلمة أنا أكتب كلمة he write a word معناها هو يكتب كلمة I write I write a short story معناها هي تكتب قصة brilliant سيان علي write معناها يكتب I write a word أنا أكتب كلمة he writes a word word he writes a word هو يكتب كلمة I write a short story أنا أكتب قصة قصيرة excellent كرار write معناها يكتب I write a word معنا أنا أكتب كلمة excellent He write a word هو يكتب كلمة I write a short story معنا أنا أكتب قصة قصة قصيرة جيد بس عندك هاي قرأ ليها الثانية قصة قصة He write He writes أسبي He writes كملها a word He writes a word brilliant زهراء write معناها يكتب I write معناها هو يكتب زهراء ركزي وعيديها من جديد I write a word a word a word شنو معناها أنا أكتب شو تكتبين كلمة كلمة جيد الثانية He writes he writes a word excellent هو يكتب كلمة excellent اللي بعدها I write a short story شنو معناها أنا أكتب قصة قصيرة excellent زهراء ممتاز ننتقل علي الفعل اللي بعدها الفعل اللي بعده اللي هو read read معناها يكتب خدناها الدرس سابق read معناها يكتب فهس نخلي كلمة أو الفعل read في عبارات حتى شنو ما ننسى read معناها يكتب رددوا وراي read 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 معناها يكتب نجي للعبارات I read a book I read a book بعد مرة رددوا وراي I read a book أنا أقرأ كتاب أنا أقرأ كتاب okay I read a story I read a story بعد مرة I read a story أنا أقرأ قصة جيد هسا ننتقل للعبارة الأخيرة اللي هي always always معناها دائما always كرروا وراي هالكلمة جديدة يمكن عليكم always 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 معناها دائما always معناها دائما I read stories I read stories I read stories بعد مرة I read I read أنا أقرأ القصص okay always I read stories كرروا وراي مرة أخيرة always always I read stories okay دائما أنا أقرأ القصص دائما أنا أقرأ القصص جيد هسا نبليش منتظر read read معناها يكتب read يكتب read شنو معناها معناها يقرأ جيد يقرأ I read a book أنا أقرأ كتاب I read a story أنا أقرأ قصة I I I always 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 I read stories معناها أنا أنا دائما أقرأ القصص excellent كرر read معناها يقرأ I read I read a book I read أنا أقرأ كتاب excellent I read a story أنا أقرأ قصص قصة وحدة story always always I read a story دائما أنا أقرأ القصص عيد لأخير always 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 I read stories stories excellent شنو معناها معناها أنا أقرأ القصص أنا دائما أقرأ القصص brilliant زهرة read يا معناها يقرأ I read a book معناها أنا أنا أقرأ الكتاب كتاب مو الكتاب I read a story سمعتيني زهرة I read a book أنا أقرأ كتاب مو الكتاب I read a book أنا أقرأ الكتاب أقرأ كتاب مو الكتاب كتاب كتاب ما 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 معروف okay أنا أقرأ كتاب جيد ممتاز بعد I read a story excellent اللي بعد always I I read stories I read stories I read stories stories okay شنو معناها دائما دائما أقرأ القصص excellent زهرة حسين read معناها يقرأ I read a book أنا أقرأ كتاب I read the story أنا أقرأ قصة always I read stories دائما أقرأ القصص brilliant علي مؤمن نعم I I read a book معناها أنا أقرأ كتاب I read stories معناها أنا أقرأ قصة I read I I I I I read أقرأ 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 آخر وحدة always 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 I read hey always I read stories excellent ما معناها أنا أقرأ قصص قصص دائما أنا أقرأ قصص دائما أنا أقرأ قصص أوكي زهرة علي أستخد أبوك أبوك معنا أنا أقرأ كتاب علي 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 معليك علي أنا أنا صحح لها أنت معليك أنا أشوف خطأ أقولها خطأ تحكي صح أقولها صح معليك أقرأ زهرة I read a book معناها أنا أنا أقرأ كتاب I read stories معناها أنا أقرأ قصص أخير هاي أقرأ always 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 I read stories I read stories بدون I read stories I read I read I read stories excellent شنو معناها معناها أنا أقرأ القصص جائمة brilliant زهرة هس هس ننتقل الفعل اللي بعد اللي هو finish 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 معناها ينهي عندنا بالعربي يعني يكمل أوكي بالعام يعني يكمل ينهي أو يكمل أوكي finish ينهي أوكي لو الفعل ينهي من عندك فتشي بديت بي مثلا بديت بالدروس منتكملهن قول finish أوكي finish يعني كملة الدروس كملت الدروس I finished آني كملت أوكي I finished my homework مثلا خلصت واجبي البيت أوكي بس نجي رح أقراركم ياه ترددون وراي علي وزهراء ترددون وراي بصوت عالي مو مو ما ترددون الكل يردد أطيكم أنا أقراركم الكلمة وانطيكم وقت ترددون بيها سد المايك يعني جيد finish 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 ما ترددون منتظر ما تردد فاتح كاميرا ما تردد finish 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 معناها ينهي الكل يردد وراي بصوت عالي finish جيد معناها ينهي نجي العبارة الأولى I finished I finished I finished أنا أنهيت أوكي finish ينهي finished يعني بالماضي أنهيت I finished writing writing رددوا وراي إذا ما ترددون هسا كلها ما حد يقدر يقراها writing كتابة writing كتابة I finished writing I finished writing أنا أنهيت الكتابة okay I finished writing شو هسا نرح تتكرر هاي I finished okay I finished reading I finished reading أنهيت قراءة أو القراءة هنا رح أكمل هذا رح يصير معناها شوية مختلف I finished reading كرور وراي I finished reading the story the story the story the story finished reading the story I finished reading the story I finished I finished the story شوفوا هاي التكرار إذا ما تكررون بقدر لي أكرر لكم ما تحفظون مو مرتين تكرر وقدت هاي تكرر أربعة خمسة عشر عشرين حد ما تضبط الكلمة I finished reading the story أنا أنهيت قراءة القصة جيد هسا نوب هنانا العبارة الأخيرة اللي هي هاي شوفوا I will I will finish تكرروا وراي I will finish I will finish I will finish I will finish my homework my homework my homework my homework I will finish my homework I will finish I will finish my homework. I will finish my homework. أنا سوف أنهي واجب البيت أنا سوف أنهي واجب البيت. I will finish. أنا سوف أنهي. My homework. واجب البيت. كروها وراي مرة أخيرة. I will finish my homework. أخيرك. جيد. إلي التزم بالتكرار راح يحكيها صحيح. إلي ما التزم قالها مرتين وبطل. سالفته تعبانه. راح عيدها إعادة سريع الكلي فاتح إذانه ودماغه وينتبه. finish. معناها ينهي. I finished writing. I finished writing. I finished writing. أنا أنهيت كتابة. I finished reading the story. I finished reading the story. I finished reading the story. And he finished writing. I finished writing the story. I finished writing the story. That's what you did. The story. I will finish my homework. I will finish my homework. سوف أنهي واجب البيت يلا علي خبصتنا يلا أقرالي I will finish my homework أقرالي من جديد Finish معناها أنهيت ينهي, تمام Finish معناها ينهي I won't finish I won't finish I won't finish معناها معناها علي معناها أنت القراءة انتبه للطلاب راح تكون إلك مراجعة انتبه للطلاب راح تكون مراجعة إلك منتظر Finish معناها ينهي I finished writing أنا عنهيت الكتابة أنا عنهيت الكتابة I finished writing the story أنا عنهيت كتابة القصة I will finish my homework سوف أنهي واجب البيت بس الثانية قراليها هاي I finished writing the story Reading Reading شنو معناها شنو معناها أنا عنهيت كتابة القصة رائعة القصة هاي writing I'm writing the story ما مراجع الدرس اللي قبلة لأنه الدرس ما المسك ما المدرسة اللي بيها read and write سيان علي أخذت ينهي أخذت ينهي أنا أنهيت الكتابة أخذت ينقل أنا أنهيت قراءة القصة سأخذت ينهي أخذت ينهي سوف أنهي واجب المنزلي أخذت علي دات اسمع كرار كرار مزهراء كرار finish I finish writing 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 شنو معنا writing معنا نهيت الكتابة excellent I finish reading the story excellent شنو معناها نهيت قراءة القصة brilliant في الأخيرة اللي هي I I I won't finish my homework تمام شوف ألم مهي مهي عجب البيدي excellent زهراء ما finish ينهي I finish writing sing and 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 كتابه كتاب كتابة ا injects the story قرأت القصص القصة واحدة I will finish my homework سوف أنهي واجب البيت اكسلانت زهراء بس ما يزي بين الستوري و الستوريز ستوري وحدة اوكي ستوريز هواية فأنتي متقولين أنهيت وقراءة القصص لازم I finished reading the stories مو ستوري وحدة هاي ستوري يعني وحدة وهنانا مو كتاب writing معناها كتاب الكتاب معناها book كتابة كتابة بها اه بالاخير تا مربوطة كتابة هاي اللي نكتبها احنا بالورقة هاي سموها كتابة الكتاب هذا الكتاب اللي نفتحه احنا ونقعد نقرأ به كتاب الاسلامية والرياضيات يعني كتب اوكي جيد هسا ننتقل الى علي مؤمن سند المايك علي مؤمن نعم greeting معناه معناه انهيت كمية بس عيديها عيديها greeting greeting ما قلنا greeting احنا صار بنساعة كلها قرأت مين تسمع انتا finish 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 ايه شن معناه ايه اüss ايه معناها انهيت احنا ايه 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 مويم الدرس اثنينكم عيني خلنا انتقل للي بعدها اثنينكم مويم الدرس اصلا مويم اللي هذا هنا نعدنا حتى اللحك ما اعتقد راح اللحك على الوضع هذا واتش معناها يشاهد واتش معناها يشاهد اوكي طبعا ندرس على مويدة كملة راح اقري بس حسيا علي ومنتظر حتى كرار وزهراء خليهم ينتظرون اوكي اذا عدنا وقت خليهم يقرون ما كلين بعد ورانا سلايد اخر اوكي واتش معناها يشاهد واتش رددوا وراي على السريع واتش 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 يشاهد أنا أشاهد التلفاز أو التلفزيون إحنا نسميه I watch TV نتبهوا لهذه العبارة After 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 معناتها بعد بعد After I finish After I finish رددوا وراي ماكوشي صعب يردد وراي صحيح يحفظ الكلمات ويلفظها الصحيح ما يردد وراي صحيح واللي يردد لكلمة كلمتين يردد بكيفة هذا ما راح يتعلم After I finish After I finish My homework My homework My homework After I finish My homework After I finish My homework After I finish My homework بعد أن أنهي واجب البيت I will watch TV I will watch TV I will watch TV I will watch TV سأشاهد التلفاز سأشاهد التلفاز فرصة القرون Okay My activities My activities معناها شنو نشاطاتي My activities نشاطاتي Always لها دائما Always I read beneficial books Always I read beneficial books Now I finished My homework Now I finished My homework Then I will I will